طيب خلوني بقى اقولكوا بعض الحاجات النهاردة زى ما زى الحاجة عامر قالنا ان حصل اتصال بينه من الكابتن احمد سليمان لترتيب معسكر يناير والزمالك حيهتم جدا بمعسكر يناير لأكتر من سبب اظن انه المرضود الفني اهم ممكن يكون المجلس شايف المرضود المادي اهم انه هيلعب في الامارات فياخد له مئتين الف دولار مئة وخمسين الف دولار تلتمية الف دولار مئة الف معرفش زى ما يكون يعني بس لو انت هتجيب مدرب اجنبي وتستنى اليناير يعني انه قدامي مثلا بعض الحاجات انه فيه ناس بتوعى تصرح بها في النادي ويكلمك على انه فيه اختيارات لمدربين وحاجات زى دي يعني وانه فيه اربع مدربين اتحطوا على ترابيزة مجلس الادارة وانه منهم مدرب اسمه ايه ده بتاعه نيجيريا ده اسمه ايه بسيرو والله اللي كان مسك الاهلي ده بسيرو ده وبيقولوا اصله هو ماسك نيجيريا ومرتبه يعني ما بياخدوش بيتأخر فكان عايز يمشي فاللعيبة مسكت فيه قالوا لأ ارجوك فاستنى لغاية يعني يعني كاس الامم فاستنى كاس الامم بعد كده ممكن يمشي فالزمانك ممكن يستنى هو من ضمن المرشحين ومدرب تاني الماني مع الراجل بتاع تشيلي اللي كلمنا عنه من كام يوم برضو من ضمن الاسماء يعني أ wide بيدروش السياري الزاتية بتاعتهم اللي هو الراجل اسمه الالماني ده اسمه فودا فودا الألماني ده وفي واحد تاني الماني اسمه شتيفان كونتس وفي واحد إيطالياني اللي هو ما سيمه كاريزا ده ولا كاريرا ده ما ولي تشيل خسيل ويس سييرا وبسييرو كل دي أسماء لمدربين على تربست الزمان أنا يجيبه زي ما يجيبه في الآخر مجلس الزماني يجيب زي ما يجيب بس المهم إنك تيجيبه في التوقيت الصح وإنك تديله المساحة إنه هو يبص على لعبته ويبعنده فترة زمانية يبص على اللعيبة ويشتغل معاها قبل ما الدور يرجع ويبقى ليه دور في اختيار اللعيبة اللي هتيجي واللي هتقمشي فلازم الراجل يبقى يعني لو هتجيب مدرب من دلوقتي يعني ربط عليه خلال 15-20 يوم بحيث ييجي دلوقتي قبل الإقاف الكبير بقى اللي هيخلص 13 فبراير مش هتعمل كده ما تجيبش غرف نهاية الموسم وكابت المعتمد يكمل ما فيش فهم مشكلة يعني بساطة الحاجة دي لازم تتذاكر كويس ما فيش يظهر الحاجة التانية بقى اللي مدايقاني تاني زيزو والشباب السعودي مش هنخلص مش هنخلص يعني كل شوية زيزو والشباب السعودي أصل والد زيزو جايب عرض بالشباب السعودي ولازل عرض شافه هي أصل الشباب السعودي وناس تاب بدأت حتى جمهور الشباب والناس في الشباب صحفي في جريد الرياض اسمه عمد الصالح اسمه الصلاة الصايغ بقول الشباب السعودي متمسك بضم زيزو في يناير المقبل كل فترة انتقالات نخش في المنوخ الزمالك هياخد له شهر بقى هو زيزو ماشي ولا مش ماشي والجمهور بقى رافضه واللي معرفش ايه عامل واللي مسوي وزيزو مرتبط بعقد يكمل نهاية الموسم والناس تشوف ده الزمالك اساسا عايز لعيبة حيسيب لعيبة دلوقتي وجيت النظر في واحد يقول لك لا لا خليك عملي زيزو يجيب لك 8 مليون 10 مليون دولار خد سدد شوف اعمل طبعا ده بحر المصريب تبتبقى بحر مصروفات لكن هل هتعوض في الفترة الزمانية دي زيزو والزمالك يكمل منافسة على الكونفدراليه وكاس مصر حتى لو دي فكرة ان زيزو يحلل لك المشاكل يبقى معا موسم اللي جاي بتفكر بقى بصفقات ازاي ابن ازاي ده معرفش وجهات نظر يعني انما هنخش في الموال ده الشهر ده كله وده بالكم ودهو عزيزو ده هنقعد شهر 12 كله نفتاكس ده يقوله في السعودية يقوله والشباب السعودة عايزوا وده عايزوا وزيزو عايزوا والده حيتكلم وده حيتكلم وده حيرد وده حيقوله ويعيد ويزيد زي عب منعم كده الكلام اللي كان حاصل في الاهلي في الفترة الاخيرة كابتن طارق ياحي مساء الفل كابتن طارق الخط قطع يا شباب يعني نحاول تاني نكلم كابتن طارق ياحي فده قصدي انه الزمالك البباند دي هتتقفل هتتفتح ما هتبع زيزو اوكي يتبع زيزو والناس تبقى عارفة ليه واحد اتنين تلاتة عشان ايه تاني يحصل يعني انت هتبع زيزو عشان ترجع بنشار ايه مسلا انا بقول اي مسال يعني او تجيب العيب بالمكانة دي بس بسعر اقل انا هبعزيزو بعشرة مليون دولار او بتمانية مليون دولار او بتسعة مليون دولار او بسعب عمليون دولار مسلا يعني وهجيب العيب تاني باثنين مليون دولار لكن بنفس الكفاءة الفنيها اكتشافاتي مسلا هجيب بفيرود وعدين البيت مبسوط جدا من لما سألنا في الناس في النادي في المجلس ده سامسون بيقوله مكسر الدنيا ومكمل فقالك لا 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 ده وتفتح القيد فرود جديد خدها كده سلوجان اذا تفتح القيد فرود جديد هما بي سامسون التنطنة بتاعت سامسون دي قادك بتنفخ في ايه في القربة لغاية ما الزمالك يعدك كم ماتش ده فكرة الفكرة يعني لكن انه سامسون حتى لو مش هيتباع هيعار مش هيكمل يعني يعني كده كده مش هيكمل يعني